موسيقى صبحكم الله بالخير والنور والسعادة مشاهدين الكرام في صباح جميل وجديد بجمال قلوبي ونقائي كل من يتابعنا عبر شاشة الجميع الشرقية من كلباء صباح يرافقه كل خير بإذن الله صباح تتألف أو تتآلف فيه الأرواح بالمحبة صباحنا أكيد مختلف نقضي بصحبتكم في برنامج صباح الشرقية المتنوع بفقراته موضوعاته المتجددة وأيضا برفقة ضيوفنا المميزين واللي دائما يثرون محتوان الهادف في برنامج صباح الشرقية نتمنى لكم رفقة ممتعة معنا في هذه الساعة وأن نكون أيضا معكم طوال هذه الحلقة بكل ما هو مفيد إذن ما بعد الصباح إلى العناوين جولة صباحية في سوق السمك بمدينة كلباء انطلاق المرحلة التجريبية لعربات النقل العقال رمز لزية الإماراتي الأصيل إذن مشاهدين الكرام هذه هي عناوين هذا الصباح لنكون معكم إن شاء الله برفقة كل ما هو جديد كل ما هو مفيد ونتمنى أن نوفق أيضا بطرح هذا المضمون معكم طوال هذه الساعة ما بعد العناوين إلى أخبارنا في صحفنا المحلية ونبدأها معكم من صحيفة الخليج حيث هناك شرطة الشارقة تطلق مصابقة سفراء التوعية وفي تفاصيل هذا الخبر أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة مسابقة سفراء التوعية التي تترجم من خلالها رؤيتها في حماية الأجيال الناشئة من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية حيث تهدف إلى تعزيز مفهوم المواطنة الإيجابية والمساهمة الوطنية لنشر التوعية عن أضرار المخدرات وبناء منصة تتيح الفرصة لأفراد المجتمع للمشاركة في درء مخاطر هذه الآفة وأكد المقدم ماجد العسم مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة على إيمان القيادة بدور فئات المجتمع المختلفة وهذا في دعم منظومة العمل الأمني وتكاملها ومساهمتها الفاعلة في نشر مفاهيم السلوك الإيجابي وأشار إلى أن إطلاق مسابقة سفراء التوعية هي في نسختها الأولى للعام 2021 يأتي تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يصادف السادس والعشرين يونيو حزيران من كل عام وذلك لبناء منصة تتيح لأفراد المجتمع المشاركة في مكافحة تلك الآفة من خلال استخدام التقنيات المتقدمة في مجال التصميم والوسائط المتعددة وكذلك بمحتوى أشكال جديدة تسهم في نشر الوعي المجتمعي لمحاربتها والمساهمة الإيجابية في تحصيل أبناء والشباب من هذه المخاطر القاتلة والتي تهدد مستقبل الوطن إذن مشاهدين في هذا الخبر بالتأكيد آفة المخدرات تحدثنا بالأمس عن أيضاً خبر يتحدث عن نفس الموضوع المخدرات هي آفة مضرة للمجتمع للوطن للشباب وهو يدمر كل شيء يدمر كل شيء قد يبنيها الإنسان في حياته في أسرته وبالتأكيد هو يحول دون ذلك لمحاربة الإنسان بالدرجة الأولى فبالتالي يجب أن نشكر كل ما يتيح لنا الفرصة بأننا نتعرف على الصواب ونبتعد عن الخطأ في مرحلة نصل فيها إلى النضوج نصل إلى مرحلة بأن نحن نميز ما بين ما هو مضر لأنفسنا كأفراد لأسرنا لمجتمعاتنا وبالتالي لأوطاننا والقيادة العامة لشرطة شارقة ما قصروا بهذه الجهود المبذولة لتوعية أبناء المجتمع باختلاف فئاتهم باختلاف مستوياتهم العلمية بأنهم يمتلكون هذا الوعي لحماية أنفسهم وأبنائهم وشبابهم أيضا من آفة المخدرات عسى ربي أن طبعا يبعدنا عن هذه الآفات وعن هذه المصاب وبتأكيد إلى خبرنا التالي من صحيفة أو من نفس الصحيفة حيث أداب جامعة شارقة تنظم الملتقى البحثي لطلبة الدراسات العليا وفي تفاصيل هذا الخبر برعاية الدكتور إحميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة وبحضور الدكتور حسين العثمان عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية نظمت الكلية الملتقى البحثي الأول لطلبة الدراسات العليا وكانت بتقنية التواصل المرئي وناقش عددا من الأوراق البحثية التي قدمها طلبة الدراسات العليا بالكلية وكان ذلك في مختلف التخصصات الأكاديمية وشارك فيه عددا كبير من أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والطلبة ورحب الدكتور إحسين العثمان بالمشاركين مشيرا إلى أن هدف الملتقى تشجيع طلبة الدراسات العليا على عرض أفكارهم ومناقشتها مع أساتذتهم وزملائهم بما يساعدهم في بلورة الفكرة البحثية وتطويرها للأفضل فيما أكد الدكتور محمد الحراني مساعد عميدة الكلية بأن أهمية هذا الملتقى وهذا اللقاء لطلبة الدراسات العليا وتبادلهم للآراء والخبرات في هذا البحث العلمي إذن جامعة الشارقة دائما ما تأتي في مصلحة الطالب إن كانت من برامج ملتقيات ندوات برامج تناقش أفكار الشباب تناقش أفكار الطلبة تشجعهم دائما على استكمال دراساتهم العليا تشجعهم دائما على عرض أفكارهم تطويرها ودائما يقال بأن من شاور الناس شاركهم عقولهم وهذا ما تركز عليه جامعة الشارقة بأن تجعل الطلبة يتشاركون بالآراء ليتشاركون العقول ليتشاركون هذه الأفكار وبالتالي تنصب في مصلحة الطلبة تنصب في مصلحة أيضا كل من يريد أن يخدم مجتمع ووطنه من خلال استكمال لهذه الدراسات وأيضا عرض أفكاره بما ينصب في مصلحة الوطن والمواطن وبتأكيد إلى خبرنا الأخير والثالث في هذا الصباح من صحيفة الإمارات اليوم الشارقة للكتاب والبيت العربي ثقافة عابرة للحدود وفي تفاصيل هذا الخبر حثت هيئة الشارقة للكتاب آفاق التعاون والعمل المشترك مع البيت العربي في مدريد وناقشت آليات تفعيل بنود اتفاقية وقعها الطرفان في عام 2019 تستهدف تنظيم فعاليات ثقافية وفنية مشتركة في مقره البيت في مدريد وقرطبة تقدم المشهد الثقافي الإماراتي والعربي إلى نظيره الإسباني ومشاركة البيت العربي في فعاليات الدورة الأربعين لمعرض الشارقة الدولي للكتاب والذي تحل فيه إسبانيا ضيف شرف على المعرض جاء ذلك خلال اجتماع عقد مساء أمس في العاصمة الإسبانية مدريد في مقر البيت العربي ترأسه أحمد بركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب وبيدرو مارتينز وهو أيضا مؤسس البيت العربي بحضور عدد من الإداريين والمسؤوليين من كل تلجهتين واتفق الجانبان على تنظيم سلسلة درسات وندوات معرفية وأدبية وهذا خلال المشاركة من إمارة الشارقة في معرض مدريد الدولي للكتاب في أكتوبر المقبل تتضمن استعراضا لتجربة صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وكذلك المسرحية من خلال مؤلفاته المسرحية المترجمة إلى اللغة الإسبانية وإلى جانب ندوات تتناول أحدث الدراسات والبحوث في جماليات الخط العربي وغيرها من الموضوعات طيب يعني المشاركة الواضحة المشاركة الهادفة المشاركة العظيمة التي تقدمها إمارة الشارقة بترأس طبعا هيئة شارقة للكتاب وبتأكيد هي تمثل إمارة الشارقة تمثل دولة الإمارات من خلال هذا التعاون وهذا البحث الذي يقدم من كل الطرفين إن كان من إمارة الشارقة وأيضا من إسبانيا في مدريد بالتحديد والبيت العربي دائما ما يقدم مبادراته في مصرحة اللغة العربية في مصرحة الأدب في مصرحة الكتاب في مصرحة أيضا القراء لدائما ما ينتقون هذه الكتب باختلاف عنوينها باختلاف محتواها باختلاف كل ما تتضمنه من شيء لربما يصل بالقارئ إلى ما هو مفيد في حياته إذن مشاهدين الكرام ما بعد الأخبار من صحفنا المحلية نذهب معكم إلى درجات الحرارة وحالة الطقس لنتابعها ونعرف ما هي توقعات هذا الصباح موسيقى 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 اشتركوا في القناة موسيقى 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 وعدنا الكوفر على كم؟ 15 كيلو صغار على 15 كيلو لديك حق المقلي حق المقلي حق المقلي لجع الأحجام الصغيرة نعم وعدنا هناك بعد سولي سولي على كم عندك؟ 15 كيلو على 15 درهم وعدنا بعد هناك؟ هذا الظلح الظلح مشارح حق ما شوية حق ما شوية كيلو هذا أبدا 20 بي 15 بي 20 أو 15 درهم نشوف الضلح يرفع على فوق نشوف الضلح سوف على واحد هذا كبير في هذا 20 بي 15 ربيع لنشان في آخر شيء 20 إلى 15 درهم بعد وعدنا هناك بعد حط الضلح نشوفه ونشوف هناك عندك الربيع الحجام الكبيرة على كم؟ نعم كبير كيلو 35 كيلو على 35 درهم وعدنا الصغار هناك كيلو على 25 من وين الربيع؟ الربيع مال هذا سلطنة مرومان من سلطنة عمال وعدنا الربيع ما شاء الله عندك اليوم أسعار طيبة مشكور يا أخي مشكور مشكور للمشاهدين الكرام هذه كانت جولتنا الصباحية في سوق السمك في مدينة كلباء تعرفنا على ما يقفره سوق إلى جانب الأسعار لهذا الأسبوع والآن ننتقل الزملاء في الاستيديو لكم الكلمة مشكور يا محمد على هذه الوصلة من سوق السمك في مدينة كلباء المختصرة للأسماك اللي موجودة نوعياتها أسعارها كذلك بالتأكيد الأسواق ما شاء الله عامرة بالخير وسيفة الشرقية دائما نقول فيها ما شاء الله الخير والبركة من عهد الأوليين من عهد يدودنا وأبوتنا إلى الآن الصيادين لا زالوا يكسبون رزقهم والخير من هذا البحر اللي هو لا زال معانا ويعتبر ثروة من ثروات هذا الوطن وبالتأكيد من مقدراته ويجب الحفاظ عليه وأيضا التعامل معه بطريقة صحيحة فبالتالي أعطيك العافية زمينا محمد وما قصرت على هذه الوصلة من سوق السمك أما الآن مشاهدين الكرام ننتقل معكم إلى موضوع آخر تتطور الكثير من التقنيات في التكنولوجيا في عالمنا وأكيد نحرص وتحرص أيضا المراكز البحثية على توفير كل ما هو جديد لذا قدم مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار نموذج جديد من العربات خلونا نتابع تفاصيله في تقريرنا تالي وعلى قبل نعوده بارك صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرحلة الأولى من العمليات التطويرية والاختبارية للقطارات المعلقة في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار التي يتم تطويرها في أكبر المختبرات ومراكز البحث العلمي التطبيقية للمواصلات الذكية على مستوى المنطقة والتي تتخذ من أرض المجمع مركزا لعملياتها الاختبارية موسيقى جاء ذلك خلال زيارة سموه لمقر مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار اطلع خلالها على سير العمل في المشروع واتبع جانبا من العمليات التشغيلية الاختبارية لإحدى العربات واستمع سموه من مشرفي ومسؤولي المجمع إلى شرح حول آخر التطورات والتقنيات المستخدمة في تنفيذ المشروع والشراكات القائمة بين المجمع والشركات المطورة والمؤسسات الأكاديمية وتابع صاحب السمو حاكم الشريقة انطلاق المرحلة التجريبية للعربة وخط السير المحدد لها والآلية المتبعة في تنفيذ الاختبارات العلمية ومع المتبعة عليها موسيقى إذن وفي هذا الشأن أيضا أعلنت شركة يوسكاي الانتهاء من عمليات البناء في مشروع العربات الهوائية المعلقة والمخصصة بمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار من المرحلة الاختبارية الأولى من المشروع وكذلك بدء العربات المعلقة بالعمل لمسافة قصيرة يكون هو أول تطبيق عملي لهذا النوع من التنقل الحديث على مستوى المنطقة بالإضافة إلى الخط التجريبي لنقل حاويات الشحن وبتأكيد للتعرف أكثر على تفاصيل هذه المرحلة نستضيف المهندس علي سعيد بوزنجال مدير إدارة التحول الرقمي في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار صبحك الله بالخير ويا مرحبا بك صلاح النور وخي حياك الله إذن في بداية هذا الصباح وبداية هذا الحوار نود في البداية أن يتعرف أكثر على هذا المشروع ما هي أهداف هذا المشروع ولماذا تم إطلاقه في إمارة الشارقة المشروع هذا عبارة عن ثورة جديدة في مجال المواصلات خصوصا في مواصلات النقل الجماعي وفي مجال القطارات المشروع بحد ذاته تقريبا صار لها تقريبا 20 سنة في مرحلة البحث الأولي لكن بعد الفترة هذه الشركة المسؤولة عن تصميم المشروع هذا رأت أن لازم تبدأ مرحلة التنفيذ التي هي على أرض الواقع فاختبت هذه الشركة مدينة الشارقة وخصوصا المجمع الشارقة التي أبحثها التكنولوجيا لسبب العدد أسباب منها المساحة المتوفرة لدينا والدعم الموجود من خلالنا الذي نقدم لهذه الشركات بالإضافة إلى موقع المجمع بالقرب من المدينة الجامعية ووفرة الباحثين ووفرة الطلاب الذين يساعدون في مرحلة البحث هذه ممتاز مهندسا قبل أن تطرق معك إلى ما هي تفاصيل هذه المرحلة التجريبية على أرض الواقع أود أن أتعرف معك عن مواصفات هذه المركبات أو هذه التي يعتبر نقلة نوعية في عالم الرقمي ما هي مواصفاتها؟ مواصفاتها هي عربات تقريبا خفيفة الوزن تجمع في تصميمها بين السيارات الكهربائية وفيها انسيابية السيارات الرياضية حجم تكون يتراوح تقريبا يقدر يشل تقريبا ما بين أربعة إلى أربعين شخص بالسعة استيعابية في اليوم تصل إلى تقريبا في حال اكتمال مشروع إلى خمسمائة ألف راكب في اليوم وإذا تطرقنا لموضوع الشحن فأن تقريبا المشروع هذا يقدر يشل الكنتينيرات ما بين حجم أربعين قدم وعشرين قدم وتقريبا سنويا يقدر خط المواصلات هذا أن يحمل تقريبا في حدود المئتين مليون طن سنويا ينقل المئتين مليون طن سنويا من الكنتينيرات هذه طيب مهندسنا فيما أن عالم السرعة نحن نتجه إلى عالم السرعة يعني ما هي السرعة المحددة لهذه العربات طبعا تختلف السرعة على حسب طبيعة الاستخدام فمثلا عندك إذا قلنا عن قطاع الشحن فتقريبا السرعة تكون في حدود 150 كم ما شاء الله وإذا قلنا بالنسبة للركاب فإن السرعة توصل تقريبا إلى 600 كم مربع طبعا هذه كلها المغريات وحاليا نحن نقوم بمرحلة التجارب قدرنا نوصل إلى سرعات مختلفة بس بعدين في النهاية يعني اللي يحدد لك السرعة هي المسافة المقطوعة وطبيعة الاستخدام ممتاز طيب مهندسنا نتطرق معك إلى المرحلة التجربية انطلقت المرحلة التجربية الأولى على أرض الواقع لمسافة قصيرة كيف هي هذه المرحلة وما هي المراحل القادمة التي ستمر في هذه العربات كاختبار لانطلاق هذا المشروع على أرض الواقع وبالتأكيد تطبيقها لنقل الحاويات والركاب المرحلة الأولى كانت تقريبا على مسافة 400 متر وكانت مخصصة مثل كل العربات نقل الركاب العربات كانت تقريبا تصميمها شوي فخم لمجرد موضوع البحث العلمي وإثبات أن النظام هذا ممكن يعمل بعدين طورنا مرحلتين مرحلة بخصصة للشحن تقريبا بحدود الكيلو 600 متر وفي مرحلة ثانية قياس السرعة بتكون تقريبا مسافة 6 كيلو عساسا نختبر سرعات مختلفة ونشوف مواصفات الأمن والسلامة في هذا المشروع ممتاز هناك بالتأكيد تطورات أيضا في انطلاق هذه المراحل التجريبية ما هي آخر التطورات؟ آخر التطورات حاليا هي اختبارات الأمن والسلامة بالنسبة للنقل الحاويات وكذلك سرعات مختلفة نحاول نختبر سرعات مختلفة في هذا المجال ممتاز هذه تطورات لدينا وأيضا في مجال التصميم نحاول أن نوصل إلى تصميم وممكن أن يكون أكثر سيابية وأكثر صداقة للبيئة جميل طيب يعني مهندسنا أيضا لعلي أتجه إلى خطة لإنشاء مركز الاختبار وبتكلفة تصل إلى 300 مليون درهم ما هو دور هذا المركز وبالتأكيد سوف يكون له أيضا أهداف تتحقق على أرض الواقع حدثنا عن هذا المركز المركز إن شاء الله بيكون نقطة وسط بين القطاع الحكومي والتقطاع التعليم والتقطاع الخاص خصوصا أن المرحلة القادمة التي تتطلب إن شاء المشروع تتطلب أبحاث جديدة في مجالات مختلفة ويكون هناك تعاون بيننا وبين دوار أخلى محلية في الإمارة لاختيار أفضل الأماكن التي يكون فيها محطات المترو أو تقريبا أين الدماند أو أين الطلب يكون أكثر لهذه التقنية في الإمارة ممتاز مهندسنا يعني بالتأكيد عندما نتحدث عن مشاريع بهذا الحجم وبهذه الضخامة وبهذا التطور الهائل بالتأكيد أيضا نتحدث عن تعاون كبير مع جهات مختلفة ونحن نلاحظ تطور الاستثمار الأجنبي في إمارة الشارقة والإمارات بشكل عام فبالتالي هل يساعد هذا التطور في استثمار الأجنبي في أن أيضا نطور من ما لدينا من تكنولوجيا من تحول رقمي من كل ما هو أيضا جديد نريد أن نحقق على الأرض الواقع في إمارة الشارقة كيف ترى ذلك أنت؟ أرى ذلك أنه من خلال مركز الأبحاث مركز الأبحاث هي عبارة عن نقل التكنولوجيا ونقل المعلومات ونقل طريقة العمل الأبحاث غالبا ما تحدث خارج دولة الإمارات في أبحاث تحدث أيضا عندنا نحني لكن بالنسبة لأبحاث والشركات اللي عندها أبحاث خارج الدولة لما تحاول تنتقل أو تستثمر في مكان جديد تحاول أن تحصل دعم من شركات بحثية محلية أن تساعدها في تصميم المنتج ليلائم البيئة التي تحب أن تتواجد فيها في المستقبل طبعا هذه الأشياء متوفرة عندنا نحني في المجمع نحن عندنا مثل ما تقول دراية بالسوق اللي موجود حاليا بالسوق اللي عندنا دراية مثل المنطقة الجغرافية التحديات اللي موجودة بالنسبة للحق أو الطبيعة الجغرافية للموقع اللي عندنا وبالتالي الشركة بأن هذه تساعدهم أن تطوير المنتج بما يلائم المكان اللي هم يحاولون يستثمرون فيه جميل طيب بالتأكيد عندما نتحدث عن الدورة الأجنبي فنحن نتحدث أيضا عن الدورة الكبير والأول والقيادي لأبناء هذا الوطن يعني بالتأكيد لهم دور كبير جدا في انطلاق في مثل هذه المشاريع في مجمع شارقة البحوث والتكنولوجيا نتحدث عن هذه الكوادر الوطنية مهندسنا ما شرحنا عندنا هنا في المجمع في كوادر وطنية موجودة سواء في مجال الأبحاث أو في مجال الإدارة درايتهم بمدينة الشارقة أو درايتهم بالعلاقات بالدوارة الحكومية والدوارة المحلية هنا تساهل وتساعد في أن نحن مثلا إذا طلبنا خدمة من أي دائرة العلاقات هذه تساعدنا أن نوفر هذه الخدمات المستثمرين من الخارج بصورة سريعة أو بصورة ملائمة من الاحتياجاتهم جميل إذن مهندسنا في هذا المشروع متى سوف يتم الانتهاء من هذا المشروع كليا وسنرى أيضا بدء استخدامه كان لنقل الأفراد والركاب أو لنقل الشحن والحاويات متى هو العمل الفعلي لهذه العربات؟ العمل الفعلي لا أستطيع أن أحدد لك متى يكون بالضبط لأنه بعدها في عدد أبحاث يجب أن نجريها وفي عدد تعاون يجب أن يحدث مع دوار أخرى لتنظيم مسألة كيف سيحدث القطار وين تكون المحطات ومن يكون المستفيد الأكبر لهذه التقنية فأنا أتوقع إن شاء الله إذا قلنا إن شاء الله خلال السنتين القادمين نقدر نخلص هذه الأبحاث ونقدر نحط مثل ما تقول مخطط كامل لكيفية تصير المشروع أتوقع أنه خلال سنتين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في دعم الإعلام عند دوار موجودة في العادة في الإمارة إن شاء الله نقدر نطلقها إن شاء الله نحن كلنا ثقة فيكم يعني بما أنكم أنتم ما شاء الله تقودون هذه المشاريع الضخمة نحن على ثقة بأنها سوف تنتهي إن شاء الله في القريب العاجل وترى النور أيضا من خلال طبعا تقديم هذه الفائدة وليس فقط على سبيل التطور أو إحداث مشروع جديد وهذا الأمر اللي نحن يسعدنا دائما في أن نحن نشوف مثلكم وشارواكم شباب نعتز ونفتخر فيهم يشرفون دائما في كل المحافل في كل المجالات ويعني هذا يزيدنا فخر للأمانة ولكن مهندسنا يعني أخذ معاك قبل أن أختم تفاصيل بسيطة يعني هل سوف تقتصر هذه العربات على إمارة الشارقة أم سوف تكون على الإمارات الأخرى؟ والله إحنا دورنا نوفر التقنية ونحاول نسوي التجارب ونتأكد من سلامتها موضوع أن تكون في إمارة الشارقة أو تطلع على مستوى المنطقة التي نحن فيها سواء الخليج العربي أو الوطن العربي أو عالميا هذا يعتمد بالصورة أكبر على المستفيد في النهاية أو المدينة التي تتحاول تطبق المشروع هذا نحن نحاول نوفر المشروع هذا بتكلفة أقل بتقنية صديقة للبيئة مثلا تقول بفكرة جديدة لنتناسب المدن المكتظة بالسكان لأنه عندك مشروع القطار هذا مصمم على أن يكون يمشي في المدن المزلحمة بالسكان اللي ممكن ما فيها مساحة لأنك تنشئ خطوط مترو جميل إذن في هذا الحديث الرائع والممتع المهندس علي سعيد بوزنجال مدير إدارة التحول الرقمي في مجمع شارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار شكرا لقبولك دعوتنا في صباح الشرقية وتوضيحك لنا أيضا لدور هذه العربات ومستقبلها القريب إن شاء الله في إمارة الشارقة شكرا وما قصرت والعفوه شكرا